مرحبا بكم مستمعينا من جديد وين ما كنتوا اتبعوا فينا زوينتي وصلت اليوم على بكري واليوم غير الدل وبركة والزوينة حاضرة زوينتي برهاية للا زوينة بصحة والراحة لكل زوينتنا ايمان الطيف صباح النور والفل والياسمين والدقلة والحليب والحب والمحبة والامل كلهم شخليتلي صباح الخيرات وصباح البركات ونهاركم طيب مزيان وبداية أسبوع موافقة وأحلى مش تصبح فيك يا تونس معاه أحلى وأزين وأرق وأجمل صحرورة في العالم تحية كبيرة لكل مستمعي راديوماد اللي ديما يتبعوا فينا ويتبعوا خاصة مش نكون هكا شوية حب روحك خاطرك تستحق بشت حب روحك وخاطره ذيك الصحيح يتبعوا زوينتي وراوي جيونا لنقطة البيع للا زوينة في نابل ويقولوا ديما رانا نتبعوا في للا زوينة أو نسمعوا فيها معا سحر على راديوماد كلهم تحية كبيرة واليوم بركة توا كي كنت في البر تقلموني زوينت جايين من قليبيا قالوني رغم الكيس مكسر بالله يقدونهم الكيس تهرق بي لتلي كيس قليبي وقتش يكملي تريك والله قدونهم بالحق قاتل الكيس مكسروا جيت وعصباح بش ناخو اللي بخدوه بتاع للا زوينة وحبيت نسلم عليك وراي تعجبني كتقول صباح الخيرات تحية كبيرة تحية كبيرة كبيرة وربي يفضلهم ومحبة الناس ما تتشريش بالدنيا وهذا الانسان راس مالو يحب 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 بها في خدمتي كاملة ما شاء الله عليك ما شاء الله همونا كي نقولوا للا زوينة دي ما نقولوا جديد ودي ما نقولوا اتا جديد ودي ما نقولوا الغوشيخش ودي ما نقولوا محبتك الكبيرة الارضاء الحورة في امتاعك وشنا بدأ قبل هذا من الكل نحب نحكي على الزوز منتوجات جديدة متاع للا زوينة وشنا بدلك بالمنتوج لوليني واللي هو مزال كيف خرج وشيف النور نحكي وهناي على الانتساغن متاع النهار اللي بالإكسترام تازجوك اي صح حرورة كما قلت احنا دي ما لحقيقة نانسبيري اللي بخدوي جدد من اقتراحات الزوينة نعطيه معنى نعطيه سمعنا وذنينا ونقولوا شنو هم يحبوا فكان دي ما الزوينة اللي عندهم مشكل لهالية السوداء لثاغ اوكي ياخدوا سيغام الليلي اللي هو سيغام ما شاء الله ناجح في للا الزوينة وليعطاه نتيجة ممتازة تستعملوا واظبو داومو واللي احنا كل مرة نزيدوه اخرتها وقتا زدناه نوع من العشبة اللي هي كما نقولوا ترقط بالخلطة هذيك ودعتي أنا في يسر طيار به برشا يجي وقلونا به يا ايمان احنا استعملنا باللي اللي بخدوي هذك اعطيني ان سوا نهاري بالنهار نهار نحبك انا عملا منه اليوم رانيا اعملت هو اول حاجة وبعد حديت الكران صلاير متاعي فوق اي donc يقولنا كي نحصلوا جاي هنا وكل الصباح مع الكرام ادغطانة بما أني مش اي كرام تتحط في البلاصة الحساسة هذيك هو يقول لك اي كرام اي كرام يقول لك يعني ديما ترد بالك انك تحط الكرام في المنطقة هذيك المنطقة هذيك يعني البلاصة يمنى نزمين بعد شواء نحبط شواء بيانسور ديما انت كنتقرى اي كرام ادغطانة يقول لك ايفيتي لك كنتور ديزيو وصخصة الزوينات والزوينين لانو رجال والانساء البلاصة تحت العين تبدأ بلاصة حساسة بلاصة معناة نجم يصير لها تهيوش من اي منتوج ما يتمشاش معاها فقلنا علش اللي خوبوزيسيون بيان ومزيانة واحنا نستحق في الروتين اليوم متاعنا حاجة كما هكاية فخممنا شنية الحاجة اللي معروفة بيها تونس نجم وناخدوها كمدة اولية ويكون عندها يعني نتيجة بيها في معالجة البلاصة هذيك والتقليل من ظهورها بي اونا بانسي في الزجوغو فكرنا الزجوغو وهنا الغوشيخش بدأ وهنا عملنا الغوشيخش بدنا نقرأ الزجوغو فويدو اسكو في فايدا جر معنا مصلحة في المناطق الدكن التحت العيد فالقينا الاكستخي نستخرج الزجوغو يكون ذو فاعلية ممتازة افك ديزود انجريديان مع يعني لزانجريديان المكونات المكونات الاخرى الطبيعية اللي تنجم عندها تأثير ممتاز في معالجة في الحد من ظهور البلايس الغامقة غاديكا باي دونك تحت العين دي ما نقوله غاديكا ما هيش باينا تحت العين باي اخذينا مستخلص الزجوغو واخدمناك كريم نهاري اللي هو انتي غيت انتي باش انتي سيغن ويدغاتون معناها فيه الاربح ويجت يلمهم كاملين ويعطي النتيجة بالمواظبة بالبودا بالانتظام في الاستعمال في تحسين الدورة الدموية الموجودة تحت العين هذي اول حاجة اثنية حاجة يعطيها ارتابة ما تحسيش اكلم جاعدة عاملة تجاعدة وشيحة وكلها لسقة بعضها اوكي دونك تحسها العوينة متفرحدة تحسها العوينة معناها كما نقولو باينة وتحس العوينة مروية وديما بالاستعمال والموافبة يحد يحد ويقلل من الزروقية او لكخولية الموجودة تحت العين اوكي دونك قاعدين زوينات يستعملوا ان شاء الله بيانتو يرجعونا بنتيج بيها كما عودونا وكما عودنا اي منتوش في للا الزوينة المنتوش الثاني اللي بش نحكي عليها اليوم اللي انا فرحانة بيها على الخلق انتي تعرفني من عشاق المسك التهارة نحكيه على الديو جديد متاع للا زوينة بمسك التهارة الديو جديد كيفاجت حكايتو الديو جديد تلمو ما شاء الله حاجتي نشحو نشحو اللي ديو في للا زوينة اللي هو الديو طبيعي تخليليك ريحتك بنينة ريحتك فوحة تنسى معاها ريحت العرق والريحة الخايبة والحاجة اللي اكثر والحاجة اللي بالحق نسطر تحتها ثلاثة كما يقولوا أسرة باللحمر اللي هو طبيعي صحي وآمن تخيزان بخطان ما عندو لانجريديون شيميك لانجريديون سنتيتيك راه تخطو البلايسة دوك بنعرفوا بقدش حساسين وأحنا سديجا عملنا حملة توعوية تحسيسية على سرطان الفدي ربي يحفظ ما الناس يقول دونك وأحنا سديجا الموزيل العرق نستعملوها من صغيراتنا فما عماني صغيرات ما شاء الله معناه الوالدين من الصغرى يبدوا يستعملون حاجة مش تخلي ريحتهم فاوحة دونك علش ندخل أنا تحت سقف الاختر فما حاجة طبيعية اللي توا منتوجي تونسية ظاهرة وبينة ومعنيها ولي فوغميول متاحهم صحية دونك علش لي أول ناخو منتوج صحي منتوج آمن ومنتوج معناها ما نخافش على صحتي أنا نهاريخ ومنتوج تونسي سخطو تونسي أيدي تونسية معني أنا لو فات ناخو بخدوية ونذوقو نقول راهو ما فماش حاجة تبرهن وحجة أكبر من إنو يكون منتوج يتاكل ملخص القول هيدا الكل خلينا نزيدو ديو آخر ولكن ديو بريحة زادت نجحت في للا الزوينة وطلبوها الزوينة اللي هي مسك الطهار دونك ديو مسك الطهار ديو جديد في للا الزوينة وديو نعرف بقدرة ربي إيش يكون طوب ديو ولا مدامنا نحكي وعالطوب خلنا عملو ارتحة مع الفيبو رجل مدامنا نحكيو شوية عادي ديماكيان البغدومان هو المتعارف والمتدول واللي برشا من الناس تخذو يا إما لي ديماكيان يا إما أو أوكي يعني حويشتي يا ما نحي بالكرب وإلا نحي بالماء يعني ويأخذوا حاجة أخرى للعينين خطر ديماكيان اللي هما ديديي للوجه ما زلت حطر للعين على خطر يحرقوا العين دونك هذو كل بارمون القينام في حال يجا يا للا زوينة وإخد مننا حاجة مختلفة أخد مننا حاجة مش ما وجود منها أخد مننا حاجة لي هي توزيل المكياج صحيح تكون تسيس لعوينا وتخلي لهيش حتى تخاص رموش كيف كيف ترد بالها عليه ومام تان انتي كو عماء معني نحية المكياج لازمك حاجة تيدغات بيها ترطب فالبوغ دو مانك اللي هي زبدة المنغا اللي هي بخسك ما هيش مستعم لبرشة ولا ما هيش مدولة برشة ولا ما همش بستعملينها برشة في دي بخودوية تونسية اخذيناها واخدمنا بيها بم دي مكيان يعني بغ زبدة وزيل المكياج اللي هي تزيل المكياج سيلو طول من الأول ضربة فيني حاجة تحافظ على العين بالقدام بالقدام تخليك شكل تقعد نازلة على العين رموشك ما يقعدوش متساقطين هابتين وعينك حمرة تدمع وآي توجع وآي تحرق اوكي والحاجة راهو اللي بالحق احنا اذهلنا بنتيجتها انك بعد ما تستعملها فريمان اللابو ساتيني تدو ساتين وكود اكلاء بارشة بارشة استعملوا ورجعوا قالوا نتيجة واحنا بيدنا نتيجة هذيكا اللي وصلوا لها الزوينت اذهلنا بيها والمحطة اللي عاملو يعملو دي مكياج برو معنى نخدمو عاشكون انو تستعمل مكياج برو متاع سهرية متاع معرس متاع من غرش معنى صعيب انو يتنحى وبموزيل المكياج البورده مانك بغيما اول محطة المكياج سيل معاهم محمدا انا اعطيكم الاكسبرينس هنا راني في الصيف لكثارية مكياجي ووتر برو ايه تخسل بيه تقلي تحب انتي ايه ما يتنحاش عاجة اخرى عندي دي غلوس فومي نهبطو انا نهكب بالصابون وبالجيل نتويون او ما يتنحاش في الاخر نلتج اصيح معا عاش باوي نكتأ بالمكياج اللي بالمانجل اللي زوينا نكتأ واعمل بالكوتون دي سكي سيخطو احنا نفرحو بالمكياج من لو المحلينة ومزيينة ومبنة وفريمون تعادي كيف لفيتة تروح لدارك نشوف حتى من روحي اعطيني حاجة سيفاسيل بيش نحي فيتفاق ما نقعدش ناخو كالجهد وكلوقت بيش نحي المكياج لانو ما لازمنيش نرقد بالمكياج اوكي 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 تسكير اللي بعد يعني ينجر عنو برشة مشاكل والبشرة متتنفس اللي زمها تتنفس بالليل سيديجا انتي كما نقوله بنشتها باك المكياج اذاك وزيد تروح وتخليها بالليل يعني مشاكل لزكنة مشاكل برشة مشاكل يعني ينجر عنا عدم ازيلة المكياج بالليل المعنى فهمتا دونك يانو بخلو يانقولو اياش بشي نحي يا اما نقولوك بش نقعدين اتوان ان معنى نحك و انا تعبا دونك سيسا هذا هو البوم اللي هو تخي فاسيل اابليكي في ازالة المكياش فما زوز مكونات ايمان احنا كينا سمعوا بيهم عنا نحنا هما من اقوى الحاجات اللي احنا نستهلكوا فيهم وناكلوا فيهم وفيهم برشة منافع والي هما الدقلة والعسل احنا ذو ما زوز وين نلقاهم عند اللي ذو ما نلقاهم في كريب ترتيب لديات والسويقات وفي قوماج لديات والسويقات والي هو وقته طوى بارشا نهملو ترتيب لدي في الصيف الحقيقة ونبدوهم الخريف واحنا نرجعو نلقفو اكل يهملناها الكل كريم ما شاء الله طوى عمرها يمشي في العامين من الكريم الناشحين بالجداء بالجداء زكيف كيف الكستخيم تعديق العراهو والعسل بالحق حوشتين ما شاء الله في ترتيب الشيوحية ويعطيوك الملمس المزيان الملمس الرطب والجوماش كيف كيف ليزيل القشرة الميتة انا نقول كريم لديات متخليش تفاقك دي ما في سويكك دي ما معاك في الخدمة دي ما في اي بلاصة تمشي واروي اروي روي 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 رويين كي ما يقول لك تمشي مثلا تبيب ولا حيش قولك ما دام اشرب برشة ماء روي الماء باهي كيف كيف روي بشرة تكزيدة ترويها ترويها بلي كخام ترويها بلي سيغام معناها تنحيلها ولا تبدل لها القشرة الميتة بلي كوماش دونك راو قد ما تعطيها قد ما تعطيك قد ما تعطيك هذه نصيحة ايمان لكم انتو ما قد ما تروي ايديكو سقيك قد ما شوية وانا نقول لكم قد ما تشتيس يغطو في الخريف تعملوا كريم زينا كريم زينا حبيبت الكريم زينا تحرورة حبيبت قلبي هذيكو واحد تروي واحد يشبدها هك حتى بكلفة هذيك انا المدافعة الرسمي عندك على حاشتي على خاطر الحاشتين هذوما قد ما نقول لكم عندي فيهم ثقة عامية وقد ما نقول لكم كانوا عندهم نقلة نوعية في حياتي وشوية ولي هما كريم زينا كريم زينا كريم زينا كريم زينا كريم زينا كريم زينا كريم ترتيب بدرجة اولى بدرجة رهيبة هي بيدها تكستور متاحة يعني لونها ريحتها ترد الروح الاصل متاحة مخدومة بالورد تعطي لسبي غوزي هكا مزيان برشة وتعطي ترتيب فائقة الترتيب تريقة رهيبة معني هالترتيب شوكتو اللي يشكو برشة من شوحية البشرة بمعني فريمان بشرة شيحة تقول قد ما عمل ديما بشرة شيحة دونك عليك بكريم زينا كريم زينا كريم مش بدل هنا كريم صحر كريم صحر صحرورة مش نرجحها ما عاش كريم زينا توا بالحق تعطي ترتيب عميق للبشرة ومن اكثر حاجة لننصح بيها وبما اننا حكينا يمين على زينا وزوينا يمين مغرومة ليميتها بغنية نحنا في نه ديوهيلة في عاشقتها الغنية عشقتها على خاطر فيه كلمة زوينة ميلا مدام تحكي عزوينة من عشقيش انا اقولك ماخسي بكو يمين على حضورك وعلى الروح المزيانة اللي تدخل للنبي وتعطيه هنا في غاديو ميد وانا رانا احنا هوني في راديو ميد اذيك شعارنا نحبه هكا الروح الخفيفة نحبه القلب الصافي نحبه الضحكة نحبه التبسيمة ونحبه لزاند بوزيتيف وصلنا الاخر موجة صباحة لليوم شكرا تاهر شكرا لك